اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم إجاز صحفي إدراكا مننا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان واستشعارا مننا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة وإيمانا مننا بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 عقد لقاء تشاوري يوم 30 سبتمبر 1 أكتوبر 2021 بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط من أجل الوصول إلى صيغة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي جرت في 24 ديسمبر 2021 جرت هذه اللقاءات في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد وقد حضر هذا الاجتماع إضافة إلى الجانب المغربي الذي نجدد له الشكر والتقدير على حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال أعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا كما نشكر السيد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورالد على دعم لهذا الاجتماع وفي هذا الصدد ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني وختاما ننقل للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة أسمى آيات العرفان والتقدير لما تقدم للشعب الليبي من دعم ومساندة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا حرر في الرباط بتاريخ واحد اكتوبر عشرين واحد وعشرين